وخلال وقفة احتجاجية نظمها مثقفون وصحفيون وفنانون وصمدينة كربلا أكدوا خلالها أن الروائي والأكاديمي علاء مجذوب اختلاف منطقة محصنة أشبه بالمنطقة الخضراء في بغداد موضحين أن الجناتا ينفذون جندات تستهدف الفكرة والمحبين لوطنهم ممكن أن تهتز هذه المحافظة بهذا التصرف الإجرامي الذي حدث في محافظة كربلا نقول بشكل واضح ومعلن أنه الكلمة باقية والثقافة باقية في محافظة كربلا لأنه هي مرتبطة بالإنسانية وكربلا هي رمز الإنسانية في كل بقاع الأرض وبالتالي هذه الكلمة ستصمد إن شاء الله إن الإبداع العراقي لن يترجل من صهوة الإبداع وإننا نقولها وبالفلم المليان إلا لنموت وإننا في هذا المكان نقول كلنا على مجذوب إذا كان علاء مجذوب قد سقط مضرجا بدمائه في منطقة تعد مثل المنطقة الخضراء في بغداد كيف سقطه؟ كيف تمكنت 13 إطلاقا أن تخترق جسده الشريف؟ في وضح النهار وأمام أعين الجميع هم ينفذون أجندة قذرة باستهداف الفكر باستهداف المحب لوطنه على مجذوب لم يمت بل هو حي بكلمته الحرة الصادقة ما قاموا به من عمل غاذر وجبان لن يثنيننا على الاستمرار على نهجه ونهج الآخرين الذين سقطوا شهداء الفكر والشهداء الثقافة والوعي شكرا